السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النهاردة هنتكلم عن تفسير رؤية سبغ الشعر في المنام إذا رأت المرأة المتزوجة إنها تقوم بسبغ شعرها داليلة على إنها سوف تسمع لأخبار سعيدة رؤية المتزوجة إنها تقوم بسبغة شعرها باللون الأحمر يدل على إن أسرتها تحبها مشاهدة المتزوجة إنها تقوم بسبغ شعرها داليلة على رزقها بالمال ورؤية المرأة المطلقة بسباغة شعرها دليل على أنها سوف تسمع لأخبار سعيدة مشاهدة المرأة المطلقة نفسها تكون بسبغ شعرها دليل على أنها سوف تتزوج من رجل متزاود وعن تفسير رؤية سبغ الشعر في منام الحامل رؤية المرأة الحامل لنفسها تكون بسباغة شعرها دليل على أن ولادتها سوف تكون سهلة ميسرة بإذن الله مشاهدة المرأة الحامل تسبغ شعرها باللون الأشعر دليل على إنها امرأة تحب الخير للجميع إذا رأت المرأة الحامل إنها تكون بسبغة شعرها باللون الأسود دليل على زوال همومها وعن تفسير رؤية سبغ الشعر في منام الرجل رؤية سبغ الشعر للرجل في المنام تدل على الأخبار السرة وهو إشارة بالخير إذا كان الرجل طقي وصالح ورأى بإنه يسبغ شعره باللون الأشعر جليل على فرق قريب من الله كما إن رؤية سبغ الشعر في منام الرجل دلال على تحولات كبيرة نحو الأفضل تعود عليه بالمنافع والمكاسب ورؤية رجل يحاول سبغ شعره في المنام يدل على إنه من الأشخاص الكذابين والذي يريد خداع صاحب الحلم وعليه توخي الحذر منه ورؤية الفتا العزباء في المنام إنها تسبغ شعرها دلالة على إنها ترغب بتغيير الكثير في حياتها وإنها غير راضية عن حياتها كما يوضح بإنه في حال قامت بسبغ شعرها باللون الأحمر فهو إشارة لزواجها قريبا رؤية الفتا العزباء إنها تسبغ شعرها باللون الأشعر يدل على إنها ستتفوق وتقوم بتحقيق كافة أمنيتها وتدل هذه رؤية على الشهر الكبيرة التي ستحصل عليها الفتاة في القريب رؤية سبغ الشعر باللون الأشعر وكان الشعر غير مناسب فهذا دليل على إنه يجب أن تتخلى عن التصرفات المتهورة وبكده قنوصلنا لنهاية حلقتنا من تفسير رؤية سبغ الشعر في المنام للعزباء والمتزوجة والمطلقة والرجل والحامل نتقابل في حلقة جديدة وتفسير جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته